بسم الله الرحمن الرحيم وأيضاً النقطة جيل تبرد من النقطة صفير مسافة قدرها 3 وحدة إذن نقول الغيمة المطلقة للعدد 2 هي 2 لماذا؟ لأنها بعدت من النقطة ومسافة قدرها 2 وحدة نقول الغيمة المطلقة للعدد ساري 3 هي 3 لماذا؟ لأن النقطة جيل بعدت من النقطة ومسافة قدرها 3 وحدة إذن ترسينا لهذا اليوم تحت عنوان الغيمة المطلقة لعدد صحيح الغيمة المطلقة لعدد صحيح تعريف عرف الغيمة المطلقة كالعدد هي عدد الوحدة التي تبردها النقطة الممثلة لهذا العدد عن نقطة الصفر على الخط العدد ويمس للغيمة المطلقة للعدد ألف مثلاً بهذا الرمز وهي دائماً غيمة موجبة إذا كان علف موجباً أو سالباً وتكون صفراً إذا كان صفراً الغيمة المطلقة للعدد 26 سالب 15 سالب 96 طيب الغيمة المطلقة لـ 26 هي 26 وأيضاً الغيمة المطلقة لسالب 16 هي أيضاً حداشر والغيمة المطلقة لسالب 96 هي 96 مسالي فيه إذن غيمة ماياتي الغيمة المطلقة للعدد سبحتاشر زايد الغيمة المطلقة للعدد سالب 13 الحل طيب الغيمة المطلقة للعدد 17 هي 17 والغيمة المطلقة للعدد ساري 13 هي موجب 13 ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن العلامة الموجودة بين الغيمة المطلقة 17 والغيمة المطلقة ساري 13 هي زائر إذن أضح ذلك العلامة بين هذان العددان إذن ناتج جمع 17 17-13 هي 30 فقط الغيمة المطلقة لثالث 35 ناقص الغيمة المطلقة لثالث عشر الغيمة المطلقة لثالث 35 هي موقف 35 والغيمة المطلقة لثالث عشر هي موقف عشرة ما صارواحش موجود علامة بناقص بين هذان الغيمتان إذا أضع تلك العلام 35 ناقص عشرة يساوي 25 جيد الغيمة المطلقة للعدل 10 ناقص الغيمة المطلقة للعدد سالب خمسة زائد الغيمة المطلقة للعدد سالب خمسة طيب الغيمة المطلقة للعدد عشرة هي موجب عشرة والغيمة المطلقة للعدد سالب خمسة هي موجب خمسة ما غيروا نلاحظ بيوت علامة ناقص بين هاتان الغيمتان طيب أضع العلامة كما هي جاي أضعها كما هي الغيمة المطلقة للعدد سائل 15 هي موجب 15 مناتق طرح 10 إلى 5 هي 5 مناتق جمعة 5 إلى 15 هي 20 هذا ما يتعلق بدفس اليوم لدينا تمرين